موسيقى على ارضية هذا الميدان انطلاقا من موسم سباقات الهجن العربية الاصيلة الذي بدأ بخطواته الاولى وانطلق هنا في هذه السباقات يقدم جديد الاصالة وتراث انطلاق متميز دائما في كل عام يأتينا بناء على التوجيه الكريم والسامي لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدان نهيان رئيس الدولة التي حفظه الله واخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد أبا الراشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واهتمام كبير بهذه الانطلاقات هنا في أرضية هذا الميدان لكافة الأعمار والفئات وهذه الرياضة العربية الاصيلة لسيدي اسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه ننطلق على بركة الله مشاهدين متابعين الكرام في هذا النقل المباشر هنا من أرضية هذا الميدان في يوم خصص لسن الكبار من الحولي وزمول وستة عشر شوطن ستكون حاضرة لمسافة الستة كيلو مترات في تجارب البداية الأولى وبدء النشاط مع هذا الموسم الذي بدأ هنا بكل قوة وبكل تنافس نذهب إلى المقدمة نتابع البداية ونتابع الأسماء التي تنطلق وهي شاي مع المركز الأول سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي بينما المركز الثاني هذه يذيبه هادف بن مسلم بالزفنه العامري أنتقل للمركز الثالث تتوقع هناك شعار بوظفيره من خلال هذه الأسماء وهي الراجمة عمار بن سالم بن حمد بن حمرور لتأتي على المركز الثالث بينما في رابع المراكز جبارة سعيد بن مهير بن سعيد بن ساري المركز الخامس دخولنا إلى عرقة هنا مع سيل بن عويضة بن سيل الخيالي بينما المركز السادس التي تنطلق فيه بيان غانم بن مسفر بن غانم المنصوري هناك على المركز السابع نذهب ونتابع ابتسام سعيد بن سيل بن دليوي الاجتبيه وعلى المركز الثامن في هذه الأسماء هي شاهنية سالم بن عبدالله بن مطلق الغفلين نكمل المراكز ونتابع نداءنا الأول في هذه اللحظات وتأتينا الطيارة مسري بن سالم بن عرطي الحميري والمركز العاشر هذه تغرود الحمدان بن حمد بن راشد بن غدير هذه الأسماء التي نتابعها من خلال هذه الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان ما شاء الله وتبارك الله انطلق الكل في هذه اللحظة في بداية موفقة والكل يبحث عن انتصار متميز من هذه الانطلاقة الصباحية شوف المقدمة والمركز الأول نعود إلى بداية شوط لتابع الذيب هاد بن مسلم بالزفن العامري التي تتواصل على القمة والبداية بينما الملاحقة داتي من شايم سعيد بن حمد بن مصلح الإحباب يا السلام يا السلام هناك تبغي تشوم شايم مع هذه البداية وتنتظر لحظات اعطى الإشارة أيضا من شاعر الحواس الستة الذي سيتطلق بها هناك عند لوحة النداء المركز الثالث هذه الراج مع المركز الثالث عمار بن سالم بن حمد بن حمرور أيضا في منافسة مع انطلاقة هذا الشوط وعلى المركز الرابع نذهب إلى جبارة سعيد بن مهير بن سعيد بن ساري الاشتبي السلام هدوف الأعصاب مع هذه البداية وانتقالنا للمركز الخامس تاتي عرقة عرجل سيل بن عويضة بن سيل الخيالي مع هذه البداية هناك على المركز السادس وجود الاندفاع القادم من ابتسام سعيد بن سيل بن دليوي الاشتبي ما شاء الله الاسم مميز وانطلاق اذا يبدو مع هذه اللحظات المركز السابع تتواصل فيه بيان غانم بن مزفر بن غانم بن قوبع المنصوري هنا على المركز الثامن هذه القادمة هي شاهينية سالم بن عبدالله بن مطلق الغفلي لا تغيير على المراكز الأولى والبدايات التي تحمل هذه التحديات تأتينا هنا الطيارة لمساري بن سالم بالعرطي الحميري وهناك ايضا وصلت في هذه اللحظة جاءت الساح عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يا السلام يا السلام هذه أسمانة منتصف المسافة ونسير مع المتابعة التي تعلن انطلاق هذه الأسماء المميزة مع البداية الأولى لا زالت المقدمة ولا زال الصراع على المركز الأول هناك لا تغيير لا تبديل من البداية تحمل هذه التحديات وهي الذيبة 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 هذا بن مسلم بالزفن العامري الذي يعلن أيضا هنا التواجد يا سلام يا سلام يا أبو مسلم ركز التركيز عالي في خطورة من الشاعر بوجود أيضا للتحدي القادم من شايم على المركز الثاني سعيد بن مصلح الإحبابي في هذه اللحظة على المركز الثاني والمركز الثارث لا تزال لم تغير موقعها الراجمة عمر بن سالم بن حمد بن حمرور مع المركز الثارث وفي المركز الرابع بدأت تقدم افتسام سعيد بن سهيل بن دلوي الاشتبي والمركز الخامس هذي عرجع المركز الخامس داتينا في هذه اللحظات مع سهيل بن عويضة بن سهيل الخيلي هذه الأسماء الخمس الأولى اللي بدأت هنا تباعد وتبتعد ونبقى مع المقدمة الحاملة لهذه البداية البقاء مع الرقص والرقص دائما مع الكبار يا السلام يا السلام شامة الشايمة شامة الشايمة وانتقلت إلى المركز الأول بدأ تحرك هناك وبدأ التعليمات بدأت الحواسس تظهر مع هذه الانطلاقة وتقدم جديدها في هذا الميدان ما شاء الله هي شايمة سعيد بن حمد بن مصرح الأحبابي السلام نوصل هناك إن شاء الله مع الانطلاقة وكيد هناك أيضا بيتين مثل ما قال وأعلن دائما في كل أبيات المميز المركز الثاني من المتواجد في المركز الثاني محافظة على الانطلاقة وهي الذيبة هذا بن مسلم بالزفن العامري لا تغيير على المراكز هو المركز الأول بينما المركز الثاني وحس خطورة مع الراجب عمر بن سالم بن حمد بن حمرور وهني على المركز الرابع داودو عرجه في المركز الرابع بسهيل بن عويضة بسهيل القيلي وابتسام على المركز الخامس في هذه اللحظة هناك سعيد بن سهيل بن ديليوي ودخول قادم من عبيد بن حيوس بن ذيبان العامري السلام من واحد من شعاراتي مصانع الجنوب المتميزة وهي السايحة وراعي صوغة اليوم حاضر مميز مع هذه البدايات مع الطاقية عواظ بن مضفر بن خموشة العامري ما شاء الله ما شاء الله في رقص الكبار وتحدي الكبار والتنافس وصلنا لوحة الإعلان لوحة الإعلان هنا هنا تفيد مع هذه البداية والتذكير مع المتقدمين يا سلام يا سلام يا سلام 1200 للتذكير للتذكير هنا مع وجود شايمة على المركز الأول سعيد بن مصلح الأحبابي الذي يقود هذه البداية وهنا أيضا عرج على المركز الثاني سهيل بن عويضة الخيلي يا سلام في صراع نقول وين الفقع ولا هناك أيضا زاخر في هذه الانطلاقات والتحديات والمسار الذي يبدأ مع هذه البداية السلام يا سلام يا سلام بدأ الانباعد بدأ أيضا الهجوم بدأ التقدم إلى المراكز الأولى والزحف إلى الصدارة والانطلاق الأول مع هذه اللحظات شوف المقدمة عرج وهناك أيضا شايمة شايمة وعرج على المراكز الأولى ولكن بن ذيبان بن ذيبان غير الخطة غير الخطة قادم سايحة عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يا السلام بدأت ضغط أيضا على المقدمة والشايمة شايمة وعرج هناك والملاحقة والمركز القادم اللي هي السايحة على المركز الثارث خلاص أهالي الفقع يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام جيد مورنين الشاعر جيد مورنين ما شاء الله وتبارك الله تحقيق الانتصار سلام سلام يا الفقع سلام يا شاعر شاعر الحواس 6 من عام قال حضر لتحفة ميادين السباق وحضر اللي فعلها وما ماضي يسبوك هذا النوع هذا النوع اللي تشوفها الآن من خلال هذه الأسماء والبداية وإذن لثارة اللي تابع تحديات هذا الميدان الشائم ما شاء الله حضر لنا شيء الموسم بادي الشاعر إذن هنا تهارينا والناموس لسعيد بن حمد بن مصلح أهل أحبابي على فوز الشايمة بالمركز الأول سلام يا هلي الفقع سلام وسعد الله صباحكم بكل خير من خلال بدايتنا الأولى وما شاء الله المركز الثاني السائحة عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري والمركز الثالث عرجة اللي وصلت بالمركز الثالث السهيل بن عويضة بن سهيل الخيلي المركز الرابع بتسام سعيد بن سهيل بن دلوي الاشتبي والراجمة وصلت على المركز الخامس عمر بن سالم بن حمد بن حمرور ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله نقول الأسماء متواجدة والتحدي يسير وأرضية الميدان ما شاء الله ميدان المرموم دائما فرحه وسعادة في انطلاقات هذه الرياضة وننتابع التوقيت هذه هي شايمة وست كيلومترات قطعتها في تسع دقائق اثنين او ثلاث ثلاثين ثانية واحد وعشرين جزء من الثانية ايضا تهانينا والناموس سعيد بن حمد بن مصلح لحبابي ما شاء الله وتبارك الله المركز الثاني السائح وصلت في المركز الثاني تهانينا والناموس عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري ايضا تسع دقائق خمس وثلاثين وثلاث وعشرين جزء من الثانية وعرجة جاءت على المركز الثاني تهانينا اسهيل بن عوضة من اسهيل الخيلي ايضا في تقديم تسع دقائق وخمس وثلاثين ثاني نشوف المركز الثاني هي تسع دقائق حاضر ايضا وتسع ثلاثين ثاني واربع عشرين جزء من الثانية ما شاء الله وتبارك الله نشوف الاسماء ونتابع الاثارة مع هذه اللحظة بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام مستمعين لا فاضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة